فتح مشروع الهند الصغيرة في البحرين أبوابه في سوق المنامة بالقرب من المعبد الهندي وذلك بحضور الشيخ خالب بن أحمد الخليفة وزير الخارجية والشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وسعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك للشؤون الإعلام وسعادة السفير الهندي لدى مملكة البحرين وأشد معالي وزير الخارجية في كلمته أثناء حفل الافتتاح بعمل معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة وجهودها في جعل المنامة وجهة مميزة مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والهند التي تعود إلى قرون مضت والذي يعكسه مشروع الهند الصغيرة في البحرين بفضل جهود هيئة البحرين للثقافة والأثار بدورها شكرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة معالي وزير الخارجية لدعمه المتواصل للعمل الثقافي ولحضوره افتتاح الهند الصغيرة في البحرين وقالت إن البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية في سنة خصصتها هيئة الثقافة للاحتفاء بالتراث بشعار تراثنا ثراؤنا وها هي البحرين تقدم اليوم التراث الهندي في أجمل حلة وتجعل من المنام مرة جديدة وجهة سياحية ثقافية موضحة أن مشروع الهند الصغير في البحرين سيكون أحد المعالم التي تروج للبحرين ضمن فعاليات السنة القادمة التي ستحمل شعار وجهتك البحرين كما أكدت معاليها أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة من التباجل الثقافي وما بين حضارتي المملكة والهند من جهته توجه ساعدة السفير الهندي بالشكر لماعلي الشيخ ميب بنت محمد الخليفة وفريق عمل هيئة الثقافة لدورهم في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البحرين والهند ووضع الهندي في قلب خارطة السياحة الثقافية لمدينة المنامة كما أشهد بالانفتاح الذي تعيشه البحرين في ظل القيادة الحكيمة ترجمة نانسي قنقر